دعونا نراجع قليلا ما نعرفه عن الطرح حتى الآن إن قلت خمسة ناقص ثلاثة ماذا يعني هذا لدينا بعض الطرق للتفكير بهذا الشأن فبإمكاني نحصول على خمسة أو دعوني أقول أن معي خمس ثمارات من التوت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن معي خمس ثمار من التوت وأقول ناقص ثلاثة فنحن نطرح ثلاثة أن يمكنني رؤية هذا على أنني سأخذ ثلاث ثمارات من التوت لنقول أنني سأكلها واحد اثنان ثلاثة إذن أخذت واحد اثنان ثلاثة كم ثمرة بقى لدي الآن كل ما لديه هو واحد اثنان إذن الجواب هو اثنان ثمارتها من التوت طريقة أخرى لأفكر في هذه المسألة لنقول مرة أخرى أكتبها خمسة ناقص ثلاثة فكروا بالفرق ما بينهما بين خمسة وثلاثة لنقول أن معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ثمارات من التوت ولديك أنت دعوني أكتبها بلون مختلف واحد اثنان ثلاثة ثمارات من التوت إذن ما الفرق ما بين ما معي من الثمارات وما معك الآن سترون أنني هنا لدي ثمرة ولديك ثمرة هنا ثمرتان ولديك ثمرتان ثلاث ولديك ثلاث ثمارات إذن ما الفرق بيني وبينك هو اثنان إذن ثمرتان من التوت إذن يمكننا التفكير من وجهة نظر خط الأعداد أيضاً هنا دعوني أرسم خط الأعداد هكذا هذا هو خط الأعداد وتعلمنا في الدروس السابقة بأن خط الأعداد ممكن أن يكون لا نهائي الأعداد لكن لنبدأ بالصفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن إذا أردنا حل خمسة نقص ثلاثة ننظر إلى ثلاثة كأننا نأخذها من الخمسة إذن خمسة سأقفز ثلاثة أماكن إلى اليمين إذا كنت أريد أن أجمع ولكن هنا لأنني أطرح أي ناقص إذن أتحرك ثلاث خطوات واحد اثنان ثلاثة إلى اليسار فنصل إلى اثنان وهو الجواب الذي كان لدينا الآن إذا نظرنا إليها هكذا دعوني أرسم خط أعداد آخر أنا أخذ ثلاثة من الخمسة هكذا أقول أو أقول كم تزيد خمسة عن الثلاثة إذن هناك طريقتين للتفكير في عملية الطرحة الآن دعوني أرسم خط الأعداد هنا لدي واحد أو صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن سأحدد الخمسة هنا تقع الخمسة هنا على خط الأعداد هنا هذه الخمسة أريد أن أحددها هنا على خط الأعداد هنا الآن أرسم الثلاثة باللون الأصفر هنا الثلاثة إذن طبقا لطريقة التفكير وهو طريقة الفرق ما بين الأعداد نقول أن الفرق هنا ما الفرق ما بين خمسة وثلاثة إذن هنا أقول الفرق حسنا ما بين خمسة وثلاثة إذن أقول أننا نجمع كم نجمع لنحصل على الخمسة إذن نتحرك هنا إلى اليمين واحد واحد اثنان إذن يجب أن أتحرك خطوتان حتى أصل إلى الخمسة إذن الفرق ما بين خمسة والثلاثة هنا هو اثنان هكذا كما ترون في اللون الأخضر إذن هنا اثنان دعوني أرسم مربع أخضر حول الاثنان لنلاحظ أن هذا هو الفرق إذن يجب أن أجعله واضحا لكم بصورة معقولة وكي تروا كيف تتم عملية الطرح بطريقتين مختلفتين وفي الطريقتين وبأي طريقة تفكرون وباستخدام خطة الأعداد يمكن أن تحصلون على نفس النتيجة لنقم بسبعة ناقص أربعة يمكن أن أقول أنني أملك لا أدري قطعة من الخشب طولها سبعة أقدام إذا وضعت مصطرة أمامها سأحصل على واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن إذا وضعنا مصطرة أمام هذه القطعة سنحصل على سبعة الآن سأنشر منها أريد أن أنشر منها أربعة أقدام واحد اثنان ثلاثة أربعة كم بقي لدي من الخشب إذا قمت بنشرها إذا قطعتها الآن أنا ألون لكم أو أشير إلى القطعة التي أريد أن أنشرها إذن أنا أنشر فيها الآن ويجب أن تختفي وأزيلها إذن يتبقى لدي بعد نشر أربعة أو بعد نشر أربعة أقدام يتبقى لدي واحد اثنان ثلاثة إذن النتيجة هي ثلاثة إذن سبعة ناقص أربعة يساوي ثلاثة هذه طريقة الطرح باعتبار أنني أزلت جزء من قطعة الخشب أو أخذت بعيدا مقدارا معينا يمكننا أيضا أن نفكر بطريقة يمكن القول سبعة ناقص أربعة مرة أخرى لدي قطعة من الخشب بطول السبع بوصات أضع المصطر هنا صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مرة أخرى لدي قطعة خشب بطول سبع بوصات وأردت هنا أن أقارنها بقطعة خشب أخرى باللون الزهري مكونة من أو طولها أربع بوصات إذن هنا سبعة وهنا أربعة إذن أتصور ما الفرق ما بين هذه الخشبة وهذه الخشبة ما الفرق في أطوالهما يمكن أن نرى هنا بأن الخشبة بسبعة بوصات تفرق عن الخشبة بأربع بوصات بثلاث بوصات إذن إذا زدنا ثلاث بوصات على قطعة الخشب الثانية نلاحظ هنا باللون الأخضر فستصبح بنفس الطول مع الخشبة بسبعة بوصات إذن الفرق ما بين الخشبتان أو ما قمت بزيادته هو ثلاث بوصات حتى تصبح نفس الطول إذن هناك بعض المسائل التي يمكن أن تحلوها وتروا تطبيقها على خط الأعداد كما استعملنا في مسائل سابقة الآن نقم بحل سبعة عشر ناقص تسعة هناك طريقتان الطريق الأولى أن نرسم لا أدري سبعة عشر دوائر وهي طريقة الأطول لنرسم هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر وسبعة عشر دائرة نأخذ تسعة منها ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كم يتبقى لدي؟ يتبقى لدي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن سبعة عشر ناقص تسعة يساوي ثمانية ولكن نلاحظ بأن الأعداد الكبيرة ستأخذ وقتا طويلا لنرسم ثم نشطب ثم نعود مرة أخرى لنجد الناتج هناك طريقة ربما تكون أسهل بالنسبة لكم لنتقيل رسم خط الأعداد هنا لنبدأ من الصفر لنقول ثمانية عشر سبعة عشر ستة عشر خمسة عشر أربعة عشر ثلاثة عشر اثنى عشر حد عشر عشرة تسعة ثمانية سبعة وبإمكاني الاستمرار حتى أصل إلى الصفر لكنني بدأت عند السبعة عشر هنا وأخذت تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مرة أخرى نحن عند الثمانية إذن على الأقل من وجهة نظري هي أكثر أناقة وأسرع بأن نستخدم خط الأعداد لكن على أي حال يمكن أن تحلوها بطريقة التي ترونها مناسبة ويمكن أن نرى هنا أن الفرق ما بين سبعة عشر والتسعة هو ثمانية إذن يمكن أن تحفظ هذه المسألة ولكن لنرى ما نتيجة سبعة عشر ناقص ثمانية حسنا إنها تسعة الآن لماذا يبدو هذا منطقيا لأن ثمانية زائد تسعة يساوي سبعة عشر إذن سبعة عشر ناقص تسعة يساوي ثمانية وسبعة عشر ناقص ثمانية يساوي تسعة عندما أقول سبعة عشر ناقص ثمانية فأنا أعني أن هذا يساوي رقما إذا جمعته إلى الثمانية يعطيني سبعة عشر حسنا إنه تسعة وعندما أقول سبعة عشر ناقص تسعة هذا يعني أن هناك عدد إذا جمعته إلى التسعة يكون أنات سبعة عشر إذن نقول أن ثمانية زائد تسعة يساوي سبعة عشر والفرق ما بين سبعة عشر وثمانية وتسعة وسبعة عشر وتسعة هو ثمانية لا أريد أن أربيككم لكن معظم مسائل الطرح هذه عندما تكون النتيجة من عدد واحد فإن عليكم أن تحفظوها بمرور الوقت وجيد أن تتخيلوا في عقولكم خط الأعداد دعونا الآن نحو المسائل الأخرى وأظن أن يمكنكم رسم خط الأعداد إذا نسيتم ولكن إذا حفظتموها فذلك أفضل لنأخذ أرقام كبيرة مثلا ما نتيجة ثلاثة عشر ناقص خمسة مرة أخرى لن أقوم برسم الدوائر أو ثمرات التوت سأرسم فقط خط الأعداد هنا إذن دعونا نبدأ من أربعة عشر ثلاثة عشر اتنى عشر أحد عشر عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة ويمكنكم الاستمرار في التنقيس أكثر حتى الصفر أو حتى تحت الصفر ولكن دعونا نبدأ عند ثلاثة عشر إذن نبدأ عند ثلاثة عشر هنا ونأخذ منها خمسة إذن نتحرك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن ننتهي عند الثمانية إذن ثلاثة عشر ناقص خمسة دعونا نأرسم بلون آخر هنا الثمانية إذن ثلاثة عشر ناقص خمسة يساوي ثمانية الآن طريقة أخرى يمكن أن أفكر بها أين توجد ثلاثة عشر وسأرسم أين توجد الخمسة حسنا هنا وما العدد أو الرقم الذي سأجمعه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حتى أصل ثلاثة عشر إذن علي أن أجمع خمسة زائد ثمانية حتى أحصل على ثلاثة عشر هذا يدلنا على أن ثلاثة عشر ناقص خمسة يساوي ثمانية وثلاثة عشر ناقص ثمانية تساوي خمسة إذن المقولات متساوية وتدلني على نفس الشيء بأن الفرق بين ثلاثة عشر وخمسة وثمانية والفرق بين 13 و 8 و 5 و أن 5 زائد 8 يساوي 13 يمكنكم أن تقوموا بحل تمرينات مختلفة و أن تأخذوا عددا من رقمين ثم تنقسوا منه أي عدد مكون من رقم واحد وهذا تدريب جيد لكم أراكم قريبا